بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بك أستعين وبك أستبين وعليك أتوكل أهلا وسهلا ومرحبا بكم طلبة علم التصريف في مجلسنا الثالث من المجالس التأسيسية في هذا العلم من مجالس المدخل إلى علم الصرف بعد أن تحدثنا في الدرس الأول عن تعريف هذا العلم وبينا أنه يدخل فيه الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة ويبتعد عنه الحرف وما يشبهه من الفعل الجامد والاسم المبني تكلمنا في الدرس الثاني على أبنية الأسماء والأفعال على الأبنية الأصول وقلنا إن الإسم إما أن يكون ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا وبينا من خلال أبنية الاسم الثلاثي والرباعي والخماسي أن العربية لغة خفة بينا ذلك بالبرهان وأن العربية أكثرت من استعمال الثلاثي على حين أنها أقلت جدا من استعمال الرباعي واستكرهت بناء الخماسي كما قلنا وصلنا اليوم إلى أبنية الفعل الأصول فرغنا من أبنية الاسم الأصول نشرع اليوم بعون الله تعالى بأبنية الفعل الأصول قال المصنف رحمه الله تعالى وأحسن إليه وللفعل الثلاثي المجرد ثلاثة أبنيه فعل كنصار وضرب وفعيل كسمع وعلم وفعول ككروم وحسن أبنية الثلاثي المجرد ثلاثة إما أن يكون بفتح العين أو كسرها أو ضمها وسنرى إن شاء الله تعالى في درس قادم أن هذه الأبنية تختلف بحسب المضارع أيضا والمعول عليه حركة العين المعول في اختلاف هذه الأبنية على حركة العين فسنرى إن شاء الله تعالى أنها تأول إلى ستة سنتحدث عنها بالتفصيل لكن لا بأس أن نجمل الحديث عنها الآن فنقول إما أن يكون بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع مثل نصر ينصر ولذلك أتبه هذا المثال نصر ينصر وهذا يسمى الباب الأول وإما أن يكون بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع مثل ضرب يضرب انظروا ضرب يضرب فتح العين في الماضي وكسرها في المضارع هذا يسمى الباب الثاني الآن جئنا إلى فعلة إما أن يكون بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع مثل سمع يسمع وعلي ما يعلم فهذا يسمى الباب الرابع بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع وإما أن يكون بكسر العين في الماضي وكسرها في المضارع وسنرى أن هذا قليل جدا محصور في أفعال قليلة ومثاله حسيب يحسب في لغة بعض العرب حسيب يحسب بكسر العين في الماضي والمضارع وهذا يسمى الباب السادس فإذا جئنا إلى فعلة فلا تكون عينه في المضارع إلا مضمومة مثل كرومة يكرم حسن يحسن وهذا يسمى الباب الخامس ستقولون بقي الباب الثالث نعم فعالة إذا كانت العين في المضارع مفتوحة فهذا هو الباب الثالث مثل ذهب يذهب فصار عندنا يا كرام الباب الأول فعال يفعل والباب الثاني فعال يفعل والباب الثالث فعال يفعل ولو ذكر المصنف رحمه الله مثالا لفعال يفعل أشار إليه لكان أحسن فكان مثلا يقول فعال كان صار وضرب وذهب صار عندنا ثلاثة أبنية نعم وأيضا فعلا لو أشار إلى الباب السادس نحن قلنا الباب الرابع فعلا يفعل والباب السادس فعلا يفعل لو أشار إلى السادس بمثال لكان أحسن أما فعلا فلا تكون في المضارع إلا بضم العين وهذه قاعدة محتمة فهذه أبنية الثلاثي المجرد وهذه إشارات المصنف رحمه الله تعالى إلى بعض أبواب الثلاثي المجرد التي سندرسها بالتفصيل قال وللفعل الرباعي المجرد بناء واحد وهو فعلا كدحرج وعربد بناء واحد فعلا ليس له بناء آخر الرباعي المجرد من الأفعال له بناء واحد انظروا الرباعي المجرد من الأسماء كم بناء له نتذكر معا له خمسة أبنية عند البصريين وزاد الأخفش والكوفيون بناء سادسا وصار عندنا ستة أبنية إذن وللفعل الرباعي المجرد بناء واحد وهو فعلا له كدحرج وعربد ثم ذكر الآن قاعدة مهمة جدا وهي متعلقة بالميزان الصرفي الآن سننتقل مرة أخرى لتكملة ما ذكرناه عن الميزان الصرفي نحن قلنا يا كرم الميزان الصرفي معيار نعرف به ما أصاب الكلمة من زيادة أو حذف أو تغيير في ترتيب الأحرف على وجه الاختصار على وجه الاختصار والإشارة أهل كل علم أيها الكرام أهل كل علم عندهم رموز يتخاطبون بها انظروا إلى علم الطب انظروا إلى الرياضيات انظروا مثلا إلى علوم الفيزياء والكيمياء إلى سائر العلوم تجدون أن لها رموزا وقوانين وإشارات مختصرة يتخاطب بها أهل ذلك العلم وهكذا الصرف الصرفي يقول لآخر ما وزن خذ فيقول له الآخر وزن خذ عل فيعرف الصرفي أن ذاك الرجل الذي أجاب بهذا الجواب فاهم لشيء وهو أن خذ فيه حذف الهمزة والهمزة هي الحرف الأصلي الأول والحرف الأصلي الأول يقابل بالفاء فالمجيب قال خذ وزنه عل إذن أجابه عن طريق الإشارة أن هناك حذفا في الكلمة وأن هذا الحذف موضعه الحرف الأصلي الأول فاء الكلمة فهمنا هذا يا كرام إذن هذا هو الميزان وهذه هي وظيفته ولذلك هو من الأهمية بمكان ثم قلنا إذا كانت الكلمة على ثلاثة أصول فالأمر يسير الحرف الأول بالفاء والثاني بالعين والثالث باللا فإذا زادت الأصول فماذا نعمل؟ قلنا نزيد لاما ثانية في الميزان فإذا صارت الأصول خمسة نزيد لاما ثالثة في الميزان سفرجل فعلل وقلنا إن الإسم يمكن أن يكون على خمسة أصول على كره في ذلك أما الفعل فلا يكون إلا على أربعة أو ثلاثة فالآن هكذا نفعل في الميزان نزيد لاما عند زيادة الأصول فإذا كان عندي حرف زائد ليس أصليا قال فإنك تضعه في الميزان بلفظه كما قلنا وحروف الزيادة أيها الكرام ضبطها لنا الصرفيون حتى لا نبقى في حيرة من أمرنا حروف الزيادة مجموعة في قولهم سألتمونيها والمقصود بحروف الزيادة الحروف التي يمكن أن تكون منها الزيادة وليس المراد أنها دائما زائدة مثال استغفر استغفر وزنه استفعال انظروا الغين والفاء والرأ أصلية الألف والسين والتاء زوائد استغفر استفعال الألف والسين والتاء هي من حروف سألتمونيها لو لم تكن من حروف سألتمونيها لما جزى أن تكون زائدة إلا بضابط سأذكره بعد قليل لكن هل يعني هذا أنها دائما زائدة؟ انتبه لا مثلا كلمة سألة هل ستقول لي إن هذه الحروف زائدة لأنها من حروف سألتمونيها؟ على هذا أنت ستقول لي إن هذه الكلمة كل أحرفها زائدة ليس فيها حرف أصلي وهذا من العجائب كلمة كل أحرفها زوائد هذا لا يمكن فالمقصود بحروف الزيادة العشرة سألتمونيها أنها يمكن أن تكون منها الزيادة وليس المراد أنها دائما تأتي زائدة انتبهوا لهذا ثم هذه حروف الزيادة التي ليست تكريرا لحرف أصلي عندنا حرف زائد يكون تكريرا لحرف أصلي هذا لا يشترط فيه أن يكون من حروف سألتمونيها بل يكون من جميع حروف الكلمة سوى الألف إذا كررنا حرفا أصليا لن أن نكرر أي حرف أصلي إلا الألف فهي لا تكرر أسألكم الآن لماذا لا يمكن أن تكرر الألف ما رأيكم الألف لا يمكن أن تكرر لأنها ملازمة للسكون المقصود بالألف الألف اللينة الملازمة للسكون التي تخرج من الجوف ولا يعترضها شيء في النطق هذه لا يمكن أن تكرر لماذا لا يمكن أن تكرر لأن من شروط التكرير سكون الأول أو تسكينها وحركة الثاني كيف سأحرك الألف الثانية لا يمكن ولذلك الألف لا تكرر فالآن يا كرام الحروف الزوائد على نوعين إما أن تكون تكريرا لحرف أصلي وهذه تكون من جميع حروف الكلمة سوى الألف وإما أن تكون ليست تكريرا لحرف أصلي وهذه تكون من عشرة حروف مجموعة في قولهم سألتمونيها أو لك أن تقول اليوم تنساه نفس الحروف لكن تقلبها اليوم تنساه لكن لا أحبذ هذه العبارة حتى لا تنسوها اليوم تنساه نعم ومرة كان المبرد عند شيخه المازني فقال له عد لي حروف الزيادة اجمعها لي فقال له هويت السمان فشيبنني وقد كنت قدما هويت السمان فقال له الجواب قال له أجبتك مرتين فأين حروف الزيادة هنا يا كرام أين جمعها جمعها في قوله هويت السمان نعم وهكذا لك أن تقول أمان وتسهيل حروف الزيادة أمان وتسهيل نعم وأذكر أن الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى كرر حروف الزيادة ونقلها في جمل عديدة جمعها في بيت واحد فقال أمان وتسهيل أمان وتسهيل انظروا نفس حروف سألتمونها لكن بتغييرها أمان وتسهيل تلا أنس يومه تلا أنس يومه هذه أيضا نفس سألتمونها نهاية مسؤول نهاية مسؤول نفس الحروف أمان وتسهيل نعم فبرع العلماء رحمهم الله تعالى في التفنن في تعداد حروف الزيادة وأحد العلماء من تلمسان قال حروف الزيادة هي أهوات لمسان أهوات لمسان وهكذا إذن الزائد إما أن يكون تكريرا لحرف أصلي وإما أن يكون من حروفي سألتمونيها أو ما ذكرناه الآن نرجع إلى كلام مصنف قال ولا يكون الاسم المتمكن ولا الفعل أقل من ثلاثة أحرف هذه قاعدة كل كلمة تدخل في التصريف أقل أصولها ثلاثة وأكثر أصولها في الفعل أربعة وفي الاسم خمسة هذه قاعدة قال لا يكون الاسم ولا الفعل أقل من ثلاثة أحرف فإذا رأيت أقل من ذلك فاعلم أنه قد حذف منه شيء نحو يد ودم ونحو قل وبع هذا كلام يحتاج إلى شرح يد يقول لك الأستاذ ما وزن يد فتحتار ترى كلمة من حرفين تقول كيف أزنها عندي فاء وعين أم فاء ولام أم عين ولام ما العمل قال انظر أول شيء عد إلى القاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله لا بد أن يكون الاسم على ثلاثة أحرف في الأقل الآن ابحث عن الحرف الثالث الضائع ثم أرجعه إلى مكانه ثم زني الكلمة يد فيها حذف فإذا أردت فإذا أردت أن تعرف هذا المحذوف فإنك يجب أن ترجع إلى تصاريف الكلام نحن نقول في جمعها الأيدي عادة اللام المحذوفة ثم تقول يدية يدية في التصغير فإذا أصلها يد ين فاللام خذفت لام الكلمة طبعا الآن نحن صرنا صرفيين نحن الآن نتخاطب بالرموز حين أقول لكم اللام لا أعني حرف اللام بلفظه وإنما أعني هذا الرمز المعبرة عن الحرف الثالث الأصلي يد اللام فيها محذوفة لام الكلمة ليست موجودة لما حذفت حذفت على غير قياس سمع عن العرب حذفها فالتزم ذلك إذن يا كرم الأصل أن الأسماء تكون على ثلاثة أصول والأفعال كذلك في الأقل فإذا جاءك كلمات قليلة نادرة على أقل من ذلك فاعلم أن فيها حذفا يد وزنها على هذا ماذا يا كرام صار الأمر سهلا يد وزنها يد فعن واللام محذفة لما حذفت اللام لغير قياس لغير قاعدة سمع عن العرب حذفها فيلتزم ذلك وليس له تعليل الآن قال ودم نفس الشيء دم دم وزنه فعن واللام محذوفة ولامه المحذوفة اختلفوا فيها اختلف فيها العرب لن نحى فبعضهم جعلها واوان وبعضهم جعلها ياء قد جاء في بعض الأشعار جرى الدميان الدميان أنت تقول في مثنى دم دمان لكنهم أعادوا المحذوفة في بعض الأشعار عادوا إلى الأصل دميان دميان أو دموان فإذا أنت تقول في التثنية في القياس دمان نعم فإذا هذه الكلمة لامها محذوفة يجب أن تبحث عن المحذوف لا يجز أن تقول هذه الكلمة على حرفين هكذا لا يمكن أن يكون ذلك أيضا نفس الكلام يا كرام ابن ابن حمزة الوصل زائدة أين لاموا الكلمة قال لاموا الكلمة محذوفة ولاموا الكلمة إما ياء وهو المشهور وإما واو لاموا الكلمة ياء ابن أصله باناي والابن يبنى الابن يبنى يربيه والداه بالمشقة والتعب كما يبني العامل البناء بتعب ومشقة وإرهاق فالابن انظروا إلى هذه الأسماء مرة أخرى يا كرام نعود إلى ثمرة هذا العلم من ثمرات هذا العلم أنك تدرك معاني الكلمات على حقيقتها باشتقاقها وتصريفها ابن أصله باناي لاموا الكلمة محذوفة قال فإذا قد حذف منه شيء يد دم ابن اللاموا محذوفة اسم لاموا الكلمة محذوفة وأصله سم ون سم ون حذفوا الواو وجاءوا بهمزة الوصل في الأول تعويضا سم ون إذن اسم أصله سم ون حذفة الواو هكذا اعتباطا ما معنى اعتباطا من غير قاعدة سمعني العرب في كلمات قليلة اسم ابن يد دم أخ أخ وزنه فع وأصله أخا 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 حذفة الواو لاموا الكلمة حذفت وأنت تقول في التثنية أخا وان إخ و أليس كذلك إذن ترجع الواو ترجع لام الكلمة المحذوفة أرجو أن يكون هذا مفهوما قال فاعلم أنه قد حذف منه شيء نحو يد ودام والأمثلة التي ذكرتها كذلك أخ أب أصله أبا حذفة اللام فوزن أب فاع هكذا وزنه فاع وأنت تقول في التثنية أبوان فترد الواو المحذوفة قال ونحو قل وبع إذن ذلك في الأسماء وفي الأفعال قل قل ما وزنه ما رأيكم وزنه فل أين عين الكلمة أي الحرف الثاني الأصلي أين هو قال محذوف انظروا نحن قلنا في الأسماء حذفت لام الكلمة على غير قياس من غير قاعدة يد دم أخ أب اسم ابن لكن في الأفعال هنا حذف عين الكلمة لقاعدة معتبرة قل أصله قول قول وما نزال في بعض العاميات في أوطاننا العربية نستعمل الأصل المرفوض تجد الناس يقولون قول هكذا يقولون قول وهذا أصل مرفوض في العربية ما المرفوض فيه ما المشكلة فيه اجتماع الساكنين قول حذفت الواو لاجتماع الساكنين والأصل القديم لهذه الكلمة قبل هذا أصلها أق بول مثل أك تب أد رس أس كت أق ول أق ول أكتبوا هذه الكلمة واضبطوها بالحركات والسكنات الواو نقلت حركتها إلى القاف فسقطت همزة الوصل همزة الوصل لماذا جاءت؟ لأن الذي بعدها ساكن والعرب لا تبدأ بساكن فأتوا بهمزة وصل للتمكن من الساكن من النطق بالساكن أقول نقلنا حركة الواو إلى القاف فصارت قول حذفت الواو لالتقاء الساكنين جئنا إلى بع أصلها إب يع إب يع مثل إج لس إج لس نعم الآن اضرب وهكذا كثير من الأمثلة على ذلك اجلس اضرب ابيع الآن نقلت حركة الياء إلى الباء فسقطت همزة الوصل لا حاجة إليها الباء صارت متحركة فصارت بيع التقى ساكنان فحذفت الياء لالتقاء الساكنين وصارت بيع ووزنها فل بيع وزنها فل فالحذف ها هنا لعلة صرفية لسبب صرفي هو التقاء الساكنين أما الحذف الذي ذكرته لكم في يد ودم وأخ وأب واسم وابن فهو حذف اعتباطي أنا أذكر لكم بعض مصطلحات التصريف حتى تستأنسوا بها وتعرفها اعتباطا من غير القاعدة ثم قال وكل ما لا يقابل حروف الميزان أي الأصول فهو زائد حروف الميزان التي هي الفاء والعين واللا وهي المعبرة عن الأصول فهو زائد كل ما لا يقابلها ثم أشار إلى مسألة قال وينتهي الاسم بالزيادة إلى سبعة نحو استغفار نعيد رسم الخارطة يا كرام الاسم إما ثلاثي أو رباعي أو خماسي فإذا جاءت فيه حروف زيادة فهو يزاد بحرف أو حرفين الثلاثي يزاد بحرف أو حرفين أو ثلاثة أو أربعة فيصبح عندنا سبعة أحرف غاية ما يبلغه الاسم بالزيادة والباء هنا بمعنى مع يعني مع الزيادة سبعة أحرف إذا كان عندي اسم من أربعة أحرف أصول فيمكن أن يزاد بحرف أو حرفين أو ثلاثة إلى أن يبلغ إلى السبعة إذا كان عندي اسم من خمسة أحرف فيمكن أن يزاد بحرف أو حرفين إلى أن يبلغ إلى السبعة نعم كما قالوا فيه مغناطيس مغناطيس مزيد بحرفين الألف والياء خماسي مزيد بحرفين هما الألف والياء قالوا وينتهي الاسم بالزيادة مع الزيادة إلى سبعة أما الفعل فينتهي بالزيادة إلى ستة لماذا؟ نحن ذكرنا أن الفعل إما أن يكون على ثلاثة أحرف وإما أن يكون على أربعة أحرف أصول فالآن الثلاث يزاد بحرف أو حرفين أو ثلاثة والرباع يزاد بحرف أو حرفين وعلى كل حال سندرس هذه الزوائد بالتفصيل إن شاء الله سندرس الأفعال المزيدة بالتفصيل ثم قال والفعل إلى ستة نحو استغفر والزائد يعبر عنه في الميزان بلفظه فتقول في انتصر مثلا إنه على وزن افتعل انتصر افتعل استغفر استفعل الزائد ينزل في الميزان بلفظه لكن استثنينا هل تذكرون ما استثنيناه؟ لا شك أنكم تدونون الفوائد التي نذكرها وهي مهمة هي فوائد مكملة للكتاب نحن قلنا الزائد إذا كان تكريرا لحرف أصلي فلا ينزل في الميزان بلفظه بل نقابله بما نقابل به الأصل كما قلنا علاما نقول في وزنه فعالا انظروا الزائد الثاني عبرنا عنه أيضا بالعين لأنه تكرير للعين إذا كان الزائد تكريرا للام نكرر اللاما في الميزان اخضر افعل ولا تنسوا ما ذكرناه أيضا أن الزوائد إذا كانت تكريرا لحرف أصلي فتكون من جميع حروف الكلمة سوى الألف فإذا لم تكن تكريرا فإنها تكون من حروف سألتمونها ثم قال والزائد يعبر عنه في الميزان بلفظه فتقول في في انتصر مثلا إنه على وزن فتعال إلا المبدل من تاء لفتعال فإنه لا يعبر عنه بلفظه بل بالتاء فنقول أو فنحو استبر على وزن افتعال هذه مسألة أشرت إليها في الدرس الأول استبر استبر بنية العربية التي فيها زيادة ألف وتاء قل افتعال اجتمع اكتسب احترس اعتمل اقتبس وهكذا لكن ليس عندي بناء افتعال هذا البناء غير موجود في العربية فالآن نحن أبدلنا التاءطاء لأجل الصاد الصاد الساكنة فصارت استبر في الميزان هل سأعبر عن الزائد بالطاء أو بالتاء قال لا نعبر عنه بلفظه أي بالطاء نعم بل بالتاء المبدل من تاء الافتعال لا يعبر عنه بالبدل بل يعبر بالمبدل منه بالتاء نعم وهكذا أيضا يا كرام عندنا مثلا ازدهر ما وزن ازدهر وزنها افتعال وأصلها ازدهر لكن الزائ حرف مجهور والتاء حرف مهموس حصل ثقل فأبدل التاء دالا ازدهر هل سنقول في وزن ازدهر افتعال هذا ثقيل جدا هذا لا يكون ليس عندنا عفوا ليست القضية ثقلا لكن ليس عندنا بناء افتعال بالدال غير موجود فإذا وزنه افتعال لا نعبر بالبدل قال المكرر للإلحاق المكرر لغير الإلحاق فهمنا قطع نقول في وزنه فعال نكرر العين قال فانه ينطق به من نوع ما قبله ان تكررت عين الكلمة اذا في الميزان الزائد للتكرير سيكون عينا ايلا طيب لالإلحاق ما المراد بالإلحاق الإلحاق ان تجعل كلمة على مثال كلمة أخرى لتتصرف تصرفها مثلا أنا عندي جلبة أريد أن أجعله على وزن فعلة على مثال دحرجة جلبة على مثال دحرجة لماذا أفعل ذلك؟ لأكثر في أبنية الكلمة جلبة على وزن فعلة أريد أن أجعله فماذا أفعل؟ نزيد باء نكرر من الآخر فتكون جلببة طيب جلببة الباء الثانية زائدة لكن هي زائدة للإلحاق ما معنى للإلحاق؟ أي لتصبح الكلمة على وزن دحرجة وتتصرف تصرفها نحن نقول دحرجة يدحرج دحرجة انظروا الآن جلببة يجلبب جلببة فالآن جلببة الباء الثانية زائدة هل في الميزان سأقول وزنه فعلبة؟ لا وإنما قال من نوع ما قبله فنقول في وزنه فعللة نكتفي بهذا القدر اليوم وأرجو أن تدونوا الفوائد التي نذكرها وأن تأتوا بأمثلة جديدة للأبنية التي نذكرها وأن تراجعوا ما سبق نترككم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله